عايز أبدأ النهاردة بحاجة الكل تقريباً يتكلم فيها الكل كل واحد قال رأيه في هذا الأمر وتقريباً كل الأراء سليمة يعني عادةً في مواضيع كده لما بيتقال فيها أراء كثيرة بيتلاقي رأيه ورأيه آخر ورأيه مختلف ورأيه متنرفز ورأيه مبسوط ورأيه أراء بس غالباً الأراء اللي تقالت في هذا الموضوع اللي هتكلم عنه دلوقتي هي معظمها أو أغلبها أو كلها صح تمام الرأي يخص أو الموضوع يخص محمد صلاح الأول أول لك خبر محمد صلاح منذ لحظات بحسب مصادر قرر أنه يتبرع للهلال الأحمر المصري في إطار المساعدات اللي إن شاء الله هتروح لأهالينا في غزة تاني الخبر أن محمد صلاح قرر التبرع للهلال الأحمر المصري في المساعدات اللي إن شاء الله تروح في قرب وقت ممكن لأهلنا في غزة دا الخبر ودا الموقف اللي الناس كانت مستنياة من محمد صلاح واللي كان مستني حاجة من محمد صلاح سواء قال له كده بمنطق إنه حط يدك معنا صلاح قول حاجة صلاح عشان بنحبك أنت فخر العرب أنت الإسم الكبير أنت الإسم العظيم أنت الإسم الأسطوري اللي بيقول كده بيقول كده عشان بيحب صلاح قوي ويعني لو عاتب فهو عتاب المحب مفهومة عادي كل دا بالنسبة لي عادي أنا بس واقف عند حاجات بسيطة جدا هقولها مع حضرتك الأول أنا مقتنع 100% زيك إنه لو صلاح كان كتب حاجة أو قال حاجة أو 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 كتب حاجة عظيمة أو عبقرة تمام؟ خلاص حطي دي على جنب عشان اللي جاي دوت مش اختلاف على اللي أنت بتفكر فيه ولكن صلاح من حقه الكامل من حقه الكامل يختار طريقة الدعم توقيت الدعم هي البس اللي ممكن تقع مننا شوية إنه إحنا صلاح اكتب حاجة دلوقتي صلاح انت مكتبش حاجة نبرح ليه صلاح انت بعد ساعة هتكتب إيه صلاح انت بعد ساعة هتنازل للسورة عاملة إزاي إحنا اللي بنختار الطريقة والتوقيت هو حر في دي على الأقل يعني بشي قولك إنه هو حر أصلاً ياخد قرار ولا لا إنه يدعم أو ما يدعمش وإن كان طبعاً كلنا عندنا الحرية في أي حاجة عايزين نعمل بس عشان هو صلاح فإحنا إيه متعشمين فيه زيادة اختار هو التوقيت واختار هو الطريقة وقرر إنه يتبرع يعني يبقى فعال عملياً إنه يتبرع لأهالينا في غزة قد يقولك لا يا كريم ما هو مش كفاية صلاح مؤثر صلاح مؤثر يعني صلاح لما يقول اللي بيحصل في غزة ده حرام وظلم وقتل يبقى كلامه ويروح للعالم كله عنك حق ما في المية طبعاً مؤثر طبعاً صلاح لما بيتنفس العالم كله بيسمع ويشوف هو بيقول إيه وبيعمل إيه صح بس برضو صلاح تأثيره الغير مباشر تأثيره الغير مباشر بالنسبة لنا كمصريين وبالنسبة لنا كعرب كان تأثير كبير جداً في أوروبا وفي العالم خلال السنوات الماضية العالم ينظر للعرب من محمد صلاح بعض الناس في العالم منهم الناس اللي بتابع كورة بس ملاقاش علاقة في السياسة وكلام ده كله الناس في العالم وفي أوروبا بيبصوا لمحمد صلاح ويروح في محمد صلاح صورة المصريين والعرب وهو كان خير مثال لهذه الصورة العظيمة وخلانا نزهر دايماً قدام العالم بصورة كبيرة أنا بكلمك على المستوى العرقي والديني الناس في أوروبا وفي العالم بينظروا لنا بمنظور رائع جداً جزء من ده يتحمله أو يعني اللي ساعدنا فيه كان محمد صلاح بطريقة غير مباشرة هتقول لي عشاناً بيجيب جوال في الدول الإنجليزي لأ عشان الراجل ده كان له مواقف إنسانية وله مواقف خيرية وله مواقف عديدة جداً في أوروبا خلت الناس تشوف صورة العرب في محمد صلاح صورة عظيمة جداً في وقت كان الكل في أوروبا بيحاول يشوها فلو أنت زعلان من محمد صلاح دلوقتي حقك بس اوعى أبداً تنسى أنه صلاح عمل كتير أوش والحكاية مش تويتة ولا بسط الحجاية تأثير وتأثير يومي يومي محمد صلاح عمله خلال السنوات الماضية تعتب على صلاح ماشي ازعل منه حبتين شغال بتحبه أنت بتحب محمد صلاح حتى كي مش تكره ماشي بس ما تقولش أن محمد صلاح ما عملش حاجة لمصر ما تقولش محمد صلاح ما عملش حاجة العرب ما تقولش محمد صلاح ما فاتش غير نفسه ده كلام في أفوار تزعل في أفوار تزعل عشان فعلاً صلاح عمل كتير والفعش أبداً موقف صعب كلنا كلنا بنعد عليه في الوقت الحالي يخلينا بسرعة نزعل ونكره ونتدايق ونتخنق من بعض لا اللي يقدر يعمل حاجة في الوقت ده يتفضل يعملها واللي ما يقدرش مش قادر لأي سبب أنا ما عافش إيه أسبابه بس لو أنت مش قادر لأي سبب سيبي اللي مش قادر هو حر برضه ما تعافش ظروفه ما تعافش بيفكر إزاي ما تعافش طريقته ما تعافش أي حاجة بس أبداً صلاح عمره ما أثر معنا حتى لو بشكل غير مباشر شوف هو عمل حاجات بشكل مباشر بس يقولك حتى لو بشكل غير مباشر صلاح فدنا كمصر وفدنا كعرب بشكل كبير جداً طوال السنوات الماضية واليوم هذا الخبر خبر زي بيقوله كده إيه أسلك صدور الكثيرين إنه صلاح يتبرع للهلال الأحمر المعونات اللي هتروح إن شاء الله على غزة صلاح هيفضل فقر العرب من وجهة نظري أو على الأقل بالنسبة لك ترجمة نانسي قنقر